عدد جديد من النهار تراندينج أهلا بكم شيماء هو الاسم الأكثر تداولا عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي لنعرف تفاصيل الجريمة بعد لنعرف كيف كانت آخر اللحظات في حياة هذه الطفلة شيماء لندري كيف كانت صغاثتها ولندري حجم الألم الذي شعرت به وهي تغتصب من طرف هذا الحيوان وهي تذبح وهي تحرق حديثة أحرقت قلوب الجزائريين وأثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي ولكن المتأثرة الأكبر هو والدة الطفلة شيماء الذي سنعرض هذا الفيديو لها وهي تحكي تفاصيل القصة من أولها إلى آخرها نستمع مقالة إليه والدة شيماء بنات باب الزوار قالوا لي باللي كي شارعة قبل ما تشارع ولا شارعة بيومين قالها يا شي ما غنتيني لقتلك قالها يا شي ما تموت على يدي خلاص أقسموا لك بالله بنتي تتحرق وأنا نتحرق منها ونمت تقول لي يا إما تقول لي رامي قتله فيها يا إما تقول لي رامي تبح فيها يا إما يا إما تقول لي رامي تبح فيها يا راياني يا إما ما حبوش يقولوا لي قاولي يجدر تسعر فص ما أقصيضون أنا كيشت بنتي ما قدش نشوفها كيشت بنتي شتان مغطية معنا مش تشغل جراش محروقة خلاص بنتي بنتي محروقة بنتي إذو كان قتلها ودلها فرانيزيم معليش أو كتلها وزاد حرقها أوزاد حرقها لي تنين بنتي شرعت ثلاثة لأربعة لخميس ماتت بنتي من يطلبه ويه لو يا الإعدام يا القصص حادثة مفجعة فعلا وأعادت إلى أذهان الجزائريين الكثيرة من أحداث الإختطاف التي مرت على ذاكرة الجزائريين في القصة طرف ثالث ظهر في هذا الفيديو وهو لشاب من ولاية وهران ينفي عن نفسه تهمة قتل شيماء والتي يتهم بها من طلب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ماذا يقول هذا الشاب يا إخوتي السلام عليكم تنصوري بأني كثير شيء ما وانا من النخ إخوتي دخلوا أنا عند ذلك شيء ما دخلوا عندها في فيسبوك أنا ديق آمي تاعي كجي عندي الوهران هنا عند أصحاباته هنا دخلوا عندها في فيسبوك ما قاعدت مش متصورة قاعدت مش اشرا قاعدت مش اشرا معي غي أنا دهو دك صورة الشعب مهبول ما يعرفوا ما يعرفوا غير حطوا دروق أنا بيسقسيك دروق أنا كنت خليباش قاعدت أوهر النقاها مقلوبين عليك حسبي الله ونعم الواكل هادو الناس اللي رام يحطوا في تصاور ولم يعرفوا أنا جوار تعبوا لأخوتي والناس اللي رام يقولوا هذا هو قاتل تأشيما حسبي الله ونعم الواكل وحسبي الله ونعم الواكل اللي اكتلها اسموها رعيان وما على بالها شكون كل خوتي بارتاجوا هذا الفيديو اللي يفتع لكم باش يوصل لهم هذا الميصاج وسهلا ما عليكم الإشارة فقد وجهت لقاتل شيماء تهمة القتل العمدي مع صدق الإصرار والترصد إضافة إلى تهمة الاقتصاد مع التنكيل بالجثة وهذا الشاب الظاهر هنا ليس هو قاتل شيماء قد ورية مساء اليوم المقبرة هنا في الجزائر العاصمة رحمه الله وإن إليه راجعون الحدث لم يصنع الجدل هنا في الجزائر فقط وإنما عبر كل البلدان العربية موقع العربية الحدث اغتصبها ثم قتلها حرقا هكذا علقت على الحدث جريمة بشعة تهز الجزائر سكاينيوز تقول مأساة شيماء تهز الجزائر والإعدام قد يكون القدس العربي خطف واغتصاب لثاني مرة وقتل وحرق فتاة جريمة مروعة تهز الجزائر موقع بوابة إفريقيا الإخبارية التونسية يقول جريمة قتل فتاة ذات تسعة عشر سنة تهز الرأي العام الجزائري الحرة اغتصبت وبعد عامين خطفت وأحرقت جريمة تهز الجزائر وتعيد الإعدام إلى الواجهة نفس العنوان تقريبا في موقع أرتي يقول جريمة شيماء تهز الجزائر خطفها ثم اغتصبها ثم أحرقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر حاولنا أن نجمع لكم أبرز التعليقات تقول أو يقول هذا التعليق بالمختصر إلى متى ننهض على بكاء الجزائر لفقدان أبنائها لتكون شيماء لتكون عفوا شيماء الحد الفاصل القصاص لقاتلي شيماء لويزة تقول في هذا التعليق لماذا لم تأخذ شكواها بعين الاعتبار رغم أنه مسبوق قضائيا ذنبها على من تهاون في تأدية واجبه ومن وضع هذه القوانين الغير صار ما ربي يرحمها ويصبر أهلها تقول لينا في هذا التعليق الله يرحمها ويرزق ذويها الصبر والسلبان وحسبنا الله ونعم الوكيل في القاتل ومن أطلق صراحة إلى أين سنذهب بهذا العنف المتكرر داخل مجتمعنا تعليق آخر من عبدالرزاق ربي يرحمها ويغفر لها ولكن يقول نقطة حبيت نعلق عليها كيف لأم بنتها ما دخلتش بعد المغرب وقالت خلي جوز اليوم أو غدوة بان يعني هذه سابقة حدثت من قبل كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته كان هذا التعليق الأخير في حلقة اليوم نتمنى أن نرى مثل هذه الأحداث في جزائرنا الحبيبة ختم حلقة اليوم ألقاكم في حلقة أخرى إلى اللقاء